هل تتخيل أن هاتفك قد يتحول يوماً لجهاز مفتوح أمام الشرطة؟ قد يحدث ذلك بالفعل، لكن في فرنسا حيث بات بمقدور الشرطة الفرنسية التجسس على المشتبه بهم عبر تشغيلها عن بعد للكاميرا والميكريفون ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم والأجهزة الأخرى بعد مصادقة النواب بأغلبية ثمانين صوتاً مقابل أربعة وعشرين على هذه المادة الرئيسية من مشروع قانون البرمجة للعدالة فرنسا بحاجة للاستعانة بالقضاء دائماً لذلك نحن بصدد مناقشة مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة فيما يتعلق ببند السماح للشرطة بالولوج إلى أجهزة المشتبه بهم فإنه سيؤثر على عشرات القضايا سنوياً كما أنه سيساهم في إنقاذ حياة الناس بند التجسس تعرض لهجوم من قبل أحزاب اليسار بينما ارتفعت الأصوات المنددة بهذا المشروع خاصة من قبل المنظمات غير الحكومية والمحامين معتبرين أن هدف القانون المثير للجدل قد لا يتناسب مع الإجراءات التي تتضمن بنوده فضلاً عن تشكيله تهديداً صريحاً للخصوصية الفردية موضوع الذي يسمح لشرطي برؤية هاتف لشخص هو موضوع قضائي لأنه لا يسمح لأحد أن تتعدى على حريتك الشخصية إلا بقرار قضائي صحيح؟ بعض المحامين بفرنسا نجحوا في إبراز هذا الموضوع وخسرت الدولة أمام بعض الأشخاص لأنها تعدت على ما يزميه حقوق حق المواطن بالخصوصية والهاتف هو خصوصية الإجراء سيتيح تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لخمسة أعوام تفعيل الأجهزة عن بعد لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يشتبه بارتكابهم أفعال متعلقة بالإرهاب بالإضافة إلى الجرائم المنظمة والجنح وسط مخاوف وانتقادات تمت موافقة البرلمان الفرنسي على مشروع قانون البرمجة للعدالة فيما ذهب كثيرون لاتهام الحكومة الفرنسية بالتعدي على الحريات الأساسية وانزلاق نحو أمن قاسم على الدين صلى الله القناة الغد باريس